مساء الخير طلقتان من الرمايات بعيدة المدى توجهها الصين إلى الولايات المتحدة والعالم يتجه شرقا من التيك توك المؤرق للسجلات الأمريكية إلى الاتفاق السعودي الإيراني على الأراضي الصينية فمن خلف سوري الصين العظيم أعيد ترسيم الحدود الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وعلى طريق من حرير افتتحت الصين الشعبية ممرا آمنا بين طهران والرياض بإنجاز الاتفاق وإعادة تطبيع العلاقات بين الجرين وبعد سبع سنوات عجاف من القطيعة أعادت مدى الجسور المحروقة بين بلدين محكومين بحسن الجوار لم يأتي دور الصين العظمى الهجومي من فراغ بل على أسس سياسية واقتصادية عالمية كانت فيها الإمبراطورية العملاقة تقف موقف المدافع قبل أن تتحول ندا للولايات المتحدة وبترحيب حذر نكس البيت الأبيض علم القطب الواحد الذي يقود العالم وأصبح للشرطي الأمريكي ضابط صيني حاز لقب لاعب الموسم بتسجيله هدفا في المرمى الأمريكي مقابل لا شيء أربعة أيام استطاع من خلالها التنين الصيني أن يبعث بنيران التوافق ويعيد الحرارة إلى خطوط التواصل بين الجمهورية والمملكة وبأربعة أيام شطب تاريخا من تأجيج السراعات بين إيران ودول الجوار حيث جعلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من إيران فزاعة لدول الخليج وباعتها أوهاما لأمن بلغت كلفته مليارات الدولارات أما من أصيب بمقتل من شظايا هذا الاتفاق فكانت إسرائيل حيث لم تستطع قبتها الحديدية إسقاط ردود الفعل العربية والغربية والدولية المرحبة بعودة المياه السعودية الإيرانية إلى مجراها الطبيعي وانعكاسها الإيجابي على ملفات الشرق الأوسط وقد أجادت صحيفة داعوت أحرنوت حين عنونت أن الاتفاق بسق في وجه إسرائيل أما جيروزالين بوست فنشرت تقريرا أشبه بورقة نعي لكل أشكال التطبيع مع تل أبيب إذ نقل التقرير أن وعد نتنياهو بتوقيع معاهدة سلام مع المملكة ارتد اتفاقا بينها وبين إيران وأن الاتفاق أجهز على أمل التطبيع بين إسرائيل والسعودية وألغى إقامة تحالف خليجي إسرائيلي بوجه إيران فيما رأت جامعة تل أبيب في الاتفاق رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حلمها بالتحالف مع دول المنطقة غير قابل للحياة ولم يكن في الأصل قابلا للحياة فيما رأى رئيس حكومة الاحتلال السابق يائر لبيد أن الاتفاق يهدم حائط الدفاع الأول ضد إيران وفيه اعتبر وزير الحرب السابق بني جانس أن نتنياهو ألغى أمن إسرائيل وأمن مواطنيها وفيما العالم يراقب الفوضى في إسرائيل والتي ستؤدي حتما إلى الانفجار الداخلي بحسب ما انتهى إليه التقرير فأن الاتفاق ضخ جرعة أكسجان في الرئة اللبنانية وقد يؤتي نتائجه كعلامة رشاة في الملف الرئاسي اللبناني بعد أن يؤدي المسؤولون اللبنانيون فروضهم الدستورية عبر ممارسة اللعبة الديمقراطية بوجود مرشحين معلنين على الأقل لكن المسؤولين أنفسهم جل ما يتقنونه ألاعيب بهلوانية على مسرح أحد عشر جلسة كانت تعطيل لانتخاب رئيس سيد نصابها تبعات الاتفاق الإيراني السعودي على الملف اللبناني لن تكتمل أبجديتها في المدى المنظور لكن أحرفها الأولى قد تكتب في أول مؤتمر لمرشح الثنائي سليمان فرنجي الأسبوع المقبل وقد نفت أوساطه ظهوره الليلة على محطة الشرق الإخبارية السعودي